اشتركوا في القناة وانعرفوا ايجابية وسلبية كل خاوريزمية مع طريقة استعمالها ماشيل لورنين هو واحد الفرع من فروع الذكاء الاصطناعي اللي يقوم تصميم خاوريزمية كتسمح الحواسي بامتلاك خاصية تعلم وكنشبه تعلم الآلة بحل تعلم شي طفل صغير وكيتعرف تدريجيين على الأشياء والأصوات عن طريق تدريبه وتصحيح معلوماته وكل ما زاد التدريب والبيانات زادت المعرفة والخبرة والطفل كيتعلم إما عن طريق الإشراف المباشر من طرف الوالدين ديالو أو عن طريق التعرض مباشرة لحدث ما وكيكتسب الخبرة من بين المجالات اللي كيتستعمل فيها الماشيل لورنين كاين تمييز والتعرف على الأشياء بحل التعرف على الوجوه أو الفيس ريكوغنيشن أو التعرف على الصور والأحرف والكلمات والنصوص والأصوات والموسيقى وكيتستعمل أيضا محركات البحث وأمل المعلومات والتسويق وأيضا اتخاذ القرارات وكيتستعمل في تطوير إنسان آلي أو روبوت خورزمية التعلم الآلة هي واحد المجموعة من البرامج كتتحط بشكل عام وبقواعد عامل معالجات البيانات بقاء على أشكال ديالها وكتلقى العلاقات والأنماط في البيانات عن طريق تطبيق معادلات إحصائية ورياضية وكل خورزمية عندها صيفات ومخرجات معينة باش تقدر تدير واحد تنبؤ بمخراجات البيانات جديدة بناءا على العلاقات اللي لقاتها من قبل بالنسبة لخطوات عمل خورزمية التعلم الآلة أول حاجة كنديرو هي إمبورت المكتبات اللي نحتاجوها في المشروع ديالنا من بعد كنديرو تحميل البيانات اللي نحتاجوها وكنديرو بري بروسيسين لهذه البيانات بمكتبة باندا ومن بعد كنختاروه نموذج أو موضل الماشي الليرن المناسب وكندربوه على البيانات اللي دخلناها من قبل ومن بعد كنحسبوه الدقة أو الأكيريسي ديال ذلك النموذج وكنديروه حتى نبؤ بقيام جديدة النوع الأول اللي هو التعلم بالإشراف أو Supervised Learning بحيث كندربوه الموضل وكندعوه البيانات ومخراجات البيانات ذلك الشي لاش كيتسمى بالإشراف حيث كنشرفوه على التعلم بإعطاء مخراجات البيانات ومن خلال تدريب كيبني الموضل علاقات وأنماط بين البيانات والمخراجات بش يقدر يديرو حتى نبؤ بمخراجات جديدة والتعلم بالإشراف فيه جوج أنواع اللي هما Classification و Regression النوع الثاني اللي هو التعلم بدون إشراف أو Unsupervised Learning بحيث كندربوه الموضل وكنعطيوه البيانات فقط ذلك الشي لاش كيتسمى بدون إشراف حيث ما كانشرفوهش على التعلم وما كانعطيوهش مخراجات البيانات ومن خلال تدريب كيبني الموضل علاقات وأنماط بالبيانات نفسها بش يقدر يديرو حتى نبؤ البيانات جديدة والتعلم بدون إشراف فيه جوج أنواع اللي هما Classification و Dimensionality Reduction النوع الثالث اللي هو التعلم شبه الخاضع للإشراف أو Semi Supervised Learning هذا النوع يجمع بين Supervised Learning وال Unsupervised Learning بحيث كنلقوا فيها عدد صغير من البيانات المصنفة أو Labeled Data وعدد كبير من البيانات الغير المصنفة كي تعتبر هذا النوع هو الأصعب وقليل الاستعمال النوع الرابع اللي هو التعلم المعزز أو Reinforcement Learning هو واحد نظام مستقل وذاتي التعلم بحيث كيتعلم أساسا عن طريق تجربة والخطأ وكينفذ أعمال بهدف زيادة المكافآت وكيدرس كيفاش يمكن العامل يتعلم كيفية تحقيق الأهداف في أحد البيئة معقدة في هذا الفيديو نركزه على Supervised Learning وال Unsupervised Learning ونخدمه على فيديو خاص براينفورسنت ليرنين في المستقبل إن شاء الله قبل ما نشرحوا خوارزمية التعلم الآلة خاصنا نعرفه ضروري أولا شنو كنقصده بال Underfitting والOverfitting بساطة الـ Underfitting هو فش يكون نموذج أو الموضل ديانا ضعيف في التدريب وأيضا ضعيف حتى في التنبؤ والOverfitting هو فش يكون نموذج ديانا مزيان في التدريب ولكن ضعيف في التنبؤ أول خوارزمية واللي هي المنحنة الخطئة أو Linear Regression كيتستعمل في Supervised Learning وبالضبط في Regression هذه الخوارزمية كتبنية واحد الخط اللي كيشمل جميع النوقات البيانات كيستخدمه التقدير للقيام الحقيقي بحل إيجاد أفضل وأنسب كلفة المنازل أو عدد المكالمات أو إجمال للمبيعات وما إلى ذلك على أساس واحد متغير مستمر وكيت تعرف هذا الخط بخط الإنحضار أو الميلان وكيت ترسم بناءا على المعادلة الخطية Y تساوي أضرب إكس زائد بي ومن بين إيجابية هذا الألغوريتم هو أحد أكثر الخوارزمية المعروفة في الإحصاء والتعلم الآلي وتقنية سريعة وبسيطة وخوارزمية أولية وجيدة وسهل الاستخدام لأنه يتطلب لحد الأدنى من الضبط ومن بين سلبيت الخوارزمية هي كتقتصر على علاقات الخطية فقط وحساسة تجاه القيم المتطرفة والبيانات خاصة تكون مستقلة وكتقتصر على التنبؤ بالمخرجات الرقمية فقط وكي نخدمه بهذا الألغوريتم في سكريبت بايثون ديالنا كنخدمه مكتبة scikit-learn وكنديره from scikit-learn dot linear model import linear regression المنحانة اللوجيستي أو Logistic Regression كيتستعمل في Supervised Learning أو بالضبط في Classification وهو واحد النموذج إحصائي كيتستخدم للتنبؤ باحتمالية وقوح ذات ما أو النتيجة دياله كتكون ثنائية يعني فيها نتيجتان محتملة فقط بحل الزيرو والواحد ولا نعم أو لا أو صواب أو خطأ إلى آخره وكيتنبؤ باحتمالية واحد الحادث من خلال تركيب البيانات كي يستخدموا هذه الخاوريزمية بشكل ملحوظ في الطب والعلم الاجتماعية وكيتستخدم أيضا في التصويق باش يحسبوا توقعات المستهلكين من بين إيجابيات هذا الألغوريتم هو أنه قوي وممكن يتعامل مع التأثيرات اللاخطية والأسهل للمتابعة وأقل تعقيدا ومن بين سلبية هذه الخاوريزمية هي كالطلب الكثير والمزيد من البيانات باش تحققوا واحد نتائج مستقرة وذات مغزى ومقويش بالنسبة للقيام المتطرفة والقيام المفقودة وكي نخدموا بالالغوريتم في سكريبت بايثون دينا كنخدموا بمكتبة scikit-learn وكنديروا from scikit-learn.linear model import logic segregation الشبكات العصبية أو neural networks كتستعمل في supervised learning وال unsupervised learning هي واحد تقنيات حسابية مصممة لمحاكاة الدماغ البشري يعني هذا الخاوريزمية بحلم الذي يدير الدماغ البشري وحلم المهمة معينة عن طريق معالجة ضخمة وموزعة للتوازي ومكونة من وحدات معالجة بسيطة هذه الوحدات ما هي إلا عناصر حسابية كتسمى عصبونات أو عقد واللي عندها وحدة خاصية عصابية بحيث أنها كتقوم بتخزين المعرفة العملية والمعلومات الجريبية باش تخليها متاحة للمستخدم وهذا الشي عن طريق ضبط الأوزان كتقوم هذه الخاوريزمية بالتدريب عن طريق ضبط الأوزان في العقد وتمريرها للطبقات الأخرى باش تدرب وتخرجنا وحد النتائج وبالمناسبة هذه الخاوريزمية هي السبب بحتولى عندنا مجال اسمه التعلم العامق أو ديب لرنين ولي فيه بزاف ديال أنواع الشبكة العصبية أو النور النيتوركس واندرو عليه شي فيديو إن شاء الله ومن بين إيجابية الألغوريتم هو أحد أكتر الخاوريزمية المعروفة والمستخدمة في التعلم الآلي والتعلم العامق هو واحد تقنية سريعة وبسيطة وكتوافر خاوريزمية التدريب المتعددة وعندها القدرة على الكشف عن العلاقات الغير الخطية المعقدة بين المتغيرات المستقلة والقدرة على اكتشاف معظم التفاعلات الممكنة بين المتغيرات التوقع ومن بين سلبية الخاوريزمية هي تحتاج الحسابات المكثفة والأجهزة سريعة يعني خاص يكون عندنا الجهاز قوي وحد شوية وكي تعتبر تحديد بنية الشبكة المناسبة بحل شي تحدي وفي بعض الأحيان كيكون سلوك غير مفسر للشبكة ومن الصعب متابعة الشبكة وتصحيح وباش نخدمه بهذا الألغوريتم سكريبت بايثون لأنك نخدمه مكتبة Scikit-Learn وكنديره from Scikit-Learn dot Neural Network Import MLP Classifier شجرة القرار أو Decision 3 كي تستعمل في Supervised Learning وفي Classification or Regression هي وحدة الخاوريزمية اللي كتستخدم في الغالب المشكلة التصنيف فهذه الخاوريزمية كنقسمه البيانات لمجموعتين متجانستين أو أكثر وللعكس النماذج الخطية فهذه الخاوريزمية كتبنية العلاقات الغير الخطية بشكل جيد وهي قابلة للتكثيف في حل أي نوع من المشاكل في متنوي اليد سواء التصنيف أو التوقع من بين إيجابيات هذا الألغوريتم هو كي تعتبر واحد من أفضل أساليب التعلم بالإشراف أو Supervised Learning وسهل التعلم ومفيد في استكشاف البيانات وما كيتطلبش تنظيف كثير البيانات وما كيتقيتش بحد نوع من البيانات وكتخلي النماذج تنبؤية تكون بدقة عالية واستقرار وسهولة في التفسير ومن بين سلبيات الخاوريزمية هي أنه كل ما زاد عدد القرارات في الشجرة كل ما قلت دقة النتائج وباش نخدمه بهذا الألغوريتم في سكريبت بايثون دينا كنخدمه مكتبة Scikit-Learn وكنديره From Scikit-Learn.3 Import Decision 3 Classifier أو From Scikit-Learn.3 Import Decision 3 Regressor على حساب واش بغينا نخدمه بهذا الخاوريزمية في Classification أو Regression شوية الدعم الآلي أو Support Vector Machine كي تستعمل في Supervised Learning أو في Classification أو Regression هي خاوريزمية تصنيف وتوقع كنت تستخدم في الغالي في مشاكل تصنيف وفي هذه الخاوريزمية كنرسم كل عنصر بيانات بحلش نقطة في فضاء الأبعاد مع قيمة كل ميزة من بين إيجابية هذه الخاوريزمية هي أنها خاوريزمية تصنيف قوية جداً وما يدير حتى شيء افتراضات قوية على البيانات ومن بين سلبيات هذا الألغوريتم هو ما يديش أداء جيد من اللي يكون عندنا مجموعة بيانات كبيرة لأن وقت تدريب المطلوب عالي يعني يخص له وقت بزاف تدريب النموذج كيف نخدم بهذا الألغوريتم في سكريبت بايثون ديانا كنخدمه بمكتبة scikit-learn وكندير from scikit-learn.svm-import-svc أو from scikit-learn.svm-import-svr الحساب واش بغينا نخدم بهذا الخاوريزمية في Classification أو Regression Naive Base كيتستعمل في Supervised Learning أو بالضبط في Classification هو أحد النموذج لكيتفوق على أساليب سنيف المتطورة ومفيد بشكل خاص لمجموعة بيانات الكبيرة ويتلقع لهذا الاسم لأنه يدير تبسيط الحسابات الاحتمالات الخاصة بكل فرضية لكي يجعل الحسابات قابلة للتتبع من بين إيجابيات هذا الألغوريتم هو أنه سهل الفهم والبناء نسبيا وسهل التدريب وسريع وكيخدم بشكل جيد إذا كانوا المتغيرات اللي كان دخلوا له في أوية ومن بين سلبيات هذه الخاوريزمية هي كتفترض أنه كل ميزة مستقلة وما يخدمش في التوقع وكي نخدموا بهذا الألغوريتم في سكريبت بايثون دينا كنخدموا بمكتبة scikit-learn وكنديره from scikit-learn.naive-base import gaussian NP تحليل الأساسي للعناصر أو principal component analysis كيتستعمل في unsupervised learning وبالضبط في dimensionality reduction هو واحد الخاوريزمية لتقليل البعد كنستخدمه لتقليل المجموعة كبيرة من المتغيرات المجموعة الصغيرة فيها معظم المعلومات لفي المجموعة الكبيرة ومن بين إيجابية هذا الألغوريتم هو من أهم خاوريزمية تقليل الأبعاد وكتوفر خارطة طريق لكيفية تقليل مجموعة بيانات معقدة إلى بعد أقل للكشف عن البنية المخفية ويمكن نستخدم هذا الضغط البيانات من خلال تقليل أعدد الأبعاد ومن بين سلبيت هذه الخاوريزمية هي أنها تعتمد على الافتراضات الخطية وكذلك نخدم بهذا الألغوريتم في سكريبت بايثون ذي أنك نخدمه بمكتبة scikit-learn وكندير from scikit-learn.decomposition import pca أقرب الجيران أو k-nearest neighbors كيتستعمل في supervised learning أو في classification أو regression هو خاوريزمية بسيطة تخزن كل الحالات المتاحة وكتصنف حالات جديدة بأغلبية أصوات جيرانها الحالة التي تم تعيينها الفصل هي الأكثر شيوعا بين الجيران الأقرب إلى k هذا k هو عدد أقرب الجيران وكتقاس بواسطة وظيفة المسافة ومن بين إيجابية هذا الألغوريتم هو أنه ثابت وقويل ضوضاء البيانات وفعال إذا كانت البيانات كبيرة ومن بين سلبيات الخاوريزمية هي أنها تدير بزاف ديال الحسابات وكتعتمد على العدد الأبعاد وخاص ضروري نعرف العامل k وكذلك نخدمه بهذا الألغوريتم سكريبت بايثون نخدمه مكتب scikit-learn وكنديره from scikit-learn.neighboards import key-neighboards classifier أو from scikit-learn.neighboards import key-neighboards regressor هل نحسابه واذا نريد أن نخدمه بهذا الخاوريزمية في classification أو regression كي تستعمل في unsupervised learning وبالضف في الclassering هذه الخاوريزمية هي واحد طريقة بسيطة وسأهلة لتصريف مجموعة البيانات أو الdataset من خلال عدد معين من المجموعات والهدف لهذا الخاوريزمية هو يلقى مجموعات في الdataset اعتمادا على التشابه في الميزات وعدد المجموعات هو المتغير كي ونحن ندخل المتغير في الخاوريزمية من بين إيجابية هذا الالغوريتم هو أنه سريع وقوي وسهل الفهم وكي يعطي أفضل نتيجة من لك تكون مجموعة البيانات متميزة ومن فاصلة بشكل جيد ومن بين سلبية الخاوريزمية هي أنها تفشل من اللي تكون لدينا مجموعة البيانات غير خطية وكذلك نخدم هذا الالغوريتم في سكريبت بايثون أنه نخدم مكتبة scikit-learn ونقوم from scikit-learn dot cluster import k-means الغابة العشوائية أو random forest تستعمل في supervised learning or classification or regression هذه الخاوريزمية تعتبر بشكل دواء وحل لكل مشاكل علم البيانات وكاين وحد المقولة التي تقول عندما لا يمكنك التفكير في أي خاوريزمية يستخدم الغابة العشوائية وكتكون من مجموعة من أشجار القرار أو decision-three اللي قرناها من قبل وهذا الخاوريزمية تدير تنمية أشجار متعددة بدلا من شجرة واحدة في النموذج لكي نصنفه كأين جديد وكل شجرة تتصنيف وكنقول على أن الشجرة صوت لذلك الفئة وكتختار الخاوريزمية تصنيف لعنده أكبر عدد من الأصوات من بين إيجابية هذا الألغوريتم هو أنه يمكن يحل كلا النوعين من المشاكل سواء تصنيف أو التوقع وقوة التعامل مع مجموعة كبيرة من البيانات ذات أبعاد أكبر وعنده طريقة فعالة لتقدير البيانات المفقودة ويحافظ على الدقة عند فقدان نسبة كبيرة من البيانات ومن بين سلبية الخاوريزمية هي أنه يكون لدينا القليل من التحكم في النموذج وكذلك نخدم بهذا الألغوريتم في سكريبت بايثون نخدم مكتبة scikit-learn ونأخذ from scikit-learn.ensemble import random forest classifier أو from scikit-learn.ensemble import random forest regressor هل حساب وش نخدم الخاوريزمية في classification أو regression حتى هنا نسألنا الفيديو ديالنا وقتا رحو علينا المواضيع اللي بغيتون نديرو اليوم شي فيديو وما تنساش تدير معك واحد subscribe وجيم وانتلاقوا في فيديو آخر اشتركوا في القناة